مغلقة وأيضاً 50% للفردي ده كلام بيتقال بيتقال أنه انتخابات المجلس الشيوخ يناقش الآن ممكن تكون بعد مجلس النواب كل دي يعني مجرد اطروحات محدش يقدر يحسمها لكن احنا منتظرين ده زي ما احنا منتظرين أيضاً تشكيل الهيئات ثم رؤساء مجالس إدارة الرؤساء التحريض الصحف لأنه الحقيقة المؤسسات الصحفية انتظرت كثيراً فيه أوضاع صعبة في المؤسسات الصحفية الناس محتاجة إلى التغيير الحقيقي اللي يوقف المؤسسات على قدميها لأن المؤسسات دمرها وخربها مش في مصلحة أي حد وإحنا على ثقة أنه صناعة القرار فيما يتعلق بمثل هذه الأمور هتكون حكيمة وإن شاء الله التشكيلات القادمة بالتأكيد هتراعي الأصول المهنية واختيار الشخصيات المناسبة اللي يجب أن تقود العمل في الفترة القادمة وزي ما احنا شايفين الآن إن هذا لما بشوف أنا يعني ما يحدث الآن في القناة الأولى تطوير حقيقة تطوير مهم جداً بدأت الناس ترجع لشاشة القناة الأولى مرة تانية بدأت تشوف برامج واتتبعها وده مهم جداً تفزيل المصر ده كمان مهم جداً نحن نطوره ونحن نقدم فيه كل جديد ويبقى فيه زي ما قلنا قبل كده وبنشوف الحقيقة حرية الرأي والرأي الآخر فيه رأي وفيه رأي آخر طالما الاتنين بينطلقوا من أرضية وطنية ما فيش مشكلة لكن التشكيك والتآمر وبعض الوجوه الكارحة التي يعني ما بتحبش نفسها ده طبعاً مرفوض ولا يمكن القبول به إنما الدفاع عن الدولة والرأي يعني وزير فاسد ولا مسؤول فاسد وانت تكلم عنه يقول إنك ضد الدولة غير حقيقي لكن لما تشكك في الجيش وتشكك في الشرطة وتشكك في مؤسسات الدولة هنا يجب التوقف وهنا يجب إن احنا نقول ستوب إيه اللي بيحصل ولذلك حرية الرأي والرأي الآخر مرتبطة أيضاً بالثوابت الوطنية والدفاع عن هوية الدولة الوطنية والدفاع عن المجتمع في مواجهة التحديات اللي بتتم يمكن مرة على الرئيس عفتاح سيس النهاردة ست سنوات بنشوف كل يوم تطور جديد بنشوف كل يوم تقدم بنشوف كل يوم إنجاز إنجازات تتحقق على أرض الواقع ربما لم نرها منذ فترة طويلة في خطة ممنهجة عارفين بنعمل إيه وعارفين الدولة ماشية إزاي وشوفوا تعامل الدولة مع